يعطيكم العافية يا أول وصلنا يا أول مع بعض لدرس الثاني اللي بتحدث عن طريق الحج الشامي وأثره في الأردن اليوم رح نتعرف كيف كانت رحلة المسلمين من بلاد الشام إلى السعودية في طريقهم للحج الشامي طبعا زي ما بتعرفوا يا أول الطريق نفسه أو هو شبيه لإله طريق التجارة اللي كان مستمر من بلاد الشام إلى شبه الجزيرة العربية خلنا نتعرف مع بعض يا أول كيف كانت طرق الحج الشامي وأثره في الأردن كانت قافلة الحج الشامي الأثر الأكبر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأردن نشوف كيف أثرت هذا كل ياته على الحياة في الأردن خلنا نحدد مع بعض يا أول ونرسم زي خط سير نبلشه من الشمال إلى الجنوب كانت تبلش الرحلة من دمشق ينزل الحجاج إلى الرمثة من الرمثة إلى الفدين في منطقة المفرق بعد ذلك يتجه إلى الضليل كانت واقعة بعد المفرق بعد الضليل يتجه إلى الزرقاء خلنا فتح قوس شوي صغير عند الزرقاء ونعرف شو كانوا يعملوا في الزرقاء كان يقام هناك سوق يحتوي على سلع مختلفة تجلب من المدن دمشق وقراها اتنين كان يتم هناك تبادل تجاري في هاي المحطات فكان التجار من مدينة عجلون بيحضر السلع إلى مدينة الزرقاء حتى يتاجره في هاي المنطقة ثلاثة كانت تمر قافلة الحج بالأزرق قبل توجهها إلى الزرقاء لوجود الماء فيها هذول الأشياء كانت تصير حن في مدينة الزرقاء بعد هيك يا أول كانت تنطلق من الزرقاء إلى منطقة اسمها زيزيا كان يحتوي فيها أسواق تجارية وبركة لسق الحجاج شو كان يسير يا ميز في منطقة زيزيا كانت فيها أسواق تجارية وبركة لسقي الحجاج كان يقيم الحاج فيها يوم واحد أما تجار عمان بيخرج من عمان للمتاجرة مع الحجاج في منطقة زيزيا بعد ذلك بيتجه الركب والحجاج إلى القطراني أو القطرانة المعروفة عنا فيها كان بركة ماء وخان شو يعني خان؟ يعني مكان بيوجد فيه زي مكان للإقامة بمسماء أوتيل أو فندق في الوقت الحالي وحولها يوجد التجار الذين يقدمون للمسافرين ما بيحتاجوا من أطعمة وأشربة وكمان شو بيحتاجوا لدوابهم من أعلاف زي الشعير والتين إذن يامس كانوا يتواجدوا في منطقة القطرانة لوجود بركة ماء وكمان خان كان فيه هناك وكمان كانوا يقدموا للمسافرين ما بيحتاجوا له من أطعمة وأشربة ومن أعلاف لدوابهم زي الشعير والتبن كان يتجه الحجاج إلى منطقة اللجون ليه؟ لأنه فيها ماء جاري وبعد ذلك بينتقلوا للكرك وبيقيموا هناك أربع أيام فيها أثناء هاي الأربع أيام كانوا يقوموا بسوق إلهم زي يفتحوا سوق وصير عملية تجارة وتبادل بالمنتجات بين الأسواق بعد ذلك تذهب هاي القافلة إلى وادي الحسى اللي كانت تقع بين الكرك ومعان بيرد الحجاج ماءهم زي بيجددوا الماء اللي محهم وبعد ذلك بيتجهوا إلى إمعان ليش بيتجهوا إلى معان حتى يتزودوا بالمياه والطعام كان يقام هناك سوق بيحتوي على بضائحهم والسلع اللي كان بيحتاجها الحجاج سواء كان للحجاج أو لورواحهم فبيغتنم أهاليهم المنطقة الفرصة للتجارة في معان كان ينقسم طريق الحج إلى قسمين أول واحد كان من عقبة الصوان من العقبة إلى منطقة الصوان كان نحو ذات الحج من ثم إلى تبوك وبعد يتجهوا إلى المدينة ومن ثم إلى مكة أما الفريق الثاني من معان إلى آيلة وبيلتقوا في قافلة الحج الشامي يعني هناك ما لهم أول فريق بأي قافلة أخرى من العقبة إلى الحج وتبوك ومدينة المنورة ومن ثم مكة أما الفريق الثاني أول يامس كانت يتجه من معان إلى آيلة ويلتقوا بقافلة الحج الشامي بعدين يروحوا إلى المدينة بعدين مكة يتجهوا إلى الحج الشامي بعد ذلك يامس لنتعرف مع بعض شو كانوا يعملوا في العقبة اللي هي منطقة آيلة كانت تسمى كانوا يقام سوق تجاري يقصدوا التجار من سائر المناطق الشامية ليش؟ للكسب والربح كان يوصفوا الجزيري في كتابه أنه ينصب سوق كبير من البضائع والفواكه ولا يوجد غيره أنه المقصود فيه أنه هاي استلعلي كانت تيجي من الشام وتقام فيها أسواق عظيمة ممتدة ومتشاعبة ولا يوجد فيها أمهات الأقليم وكبار المدن هذا طبعا شو بيدل؟ بيدل على أهمية السوق وتنوعه اللي كان يقام وين؟ كان يقام في مدينة عقبة اللي هي اسمها آيلة كان الطريق الحج الشامي جزءا من الطرق التجارية النشطة زي ما حكينا تقريبا هو نفس الطريق الحج الشامي نفسه طريق التجارية ولكن بيختلف فيه عدة مناطق جزء من الطرق التجارية النشطة بين بلاد الشام وجنوب شبه الجزيرة العربية اليمن كان هذا الطريق أغنى طرق التجارة وأهمها على الإطلاق لأنه كانت القوافل تحمل البضائع الصين والهند وإفريقيا وهي البضائع كانت كثير مهمة وما كانت تتواجد في كل الأقاليم من أهم المحطات اللي كانت يا أول في الحج هي محطة زيزياء سميت بزيزياء والجيزة كان يقام فيها سوق تجاري كبير في موسم الحج كان يزود الحجاج بما يحتاجونه وكانت ما تقتصر بس على خدمة الحجاج وحدهم بل كانت تحصل على حاجاتها من السلع يعني يصير زي عملية مقايضة وتبادل بين السلع الموجودة مع الحجاج وبين السلع الموجودة مع السكان الأصليين في منطقة الجيزة وزيزياء شو كانوا يقايدوا يا ميس الغلال، الأجبان، البسط، والماشية وغير ذلك من الأشياء كان السوق بيقام في ساحة واسعة تتسع فيها الغلال وأسوأ، تتسع فيها الأعداد الكبيرة من الجمال ليش؟ لأن الجمال كان يخدوها عشان يتنقلوا ويوصلوا لمحطات الحج كمان يمسنا نتعرف أن المماليك يهتموا كثير ببناء الخانات أمثلة على هاي الخانات زي ما حكينا عبارة عن فنادق كانت صغيرة في الوقت اللي كان في الحج الشامي القديم من الأمثلة على الخانات خان قياد ضبعة، وخان زبيب، وخان الحسى، وخان القطرانة أما محطة آيلة، العقبة كان يقصد سوقها الحجاج اللي بيغضموا عبر بلاد الشام واللي كمان اللي كانوا يلتقوا فيها في قافلة الحج الشامي هذور القافلتين برضو كانوا يتوجهوا نحو الحجاج اللي هي جنوب شبه الجزيرة العربية كان موسم الحج يا أول مناسبة دينية واقتصادية وثقافية دينية عشان يلبوا الطريق الحج الشامي اقتصادية سير في مقايدة وتبادل بالسلة أما الثقافية يتعرفوا على ثقافة البلدان الثانية الممكن يقاضوهم ويكونوا في محطة عندهم في أثناء تنقلهم كان يلتق المسلمون على اختلاف قوافلهم ويتعرفوا على عادات بعضهم وأحوالهم الاقتصادية وعلومهم من أهم الأثار مرور قافلة الحج الشامي ركزي معي أول من هذور الست نقاط رح نطلع شو أهميتها من ناحية اقتصادية وثقافية وعسكرية كثير مهمات أولا شعور الحجاج بالأمان والطمأنينة من مخاطر الطريق لأنه كانت هناك قوافل تحرص هاي القوافل من قبل قوة عسكرية اثنين متاجرة الحاج بما يحملوا من بلاده من سلع مع غيره من الحجاج أو استبداله مع سلع أخرى ثلاثة توفر الطرق المواصلات مما أدى لتطور التجارة وازدهار الأسواق أربعة تحول مراكز الطريق الحج ومحطاته بعد ذلك إلى مدن خمسة إقامة استراحات على طول الطريق الحج وقد استفاد منها القبائل اللي كانت مقيمة بأنهم كانوا يعملوا على خدمة الدلال وتأجير دوابهم لنقل الحجاج ستة الاحتكاك والاتصال بين سكان المنطقة والحجاج القادمين من بلاد الإسلامية المختلفة هيك بيكون يا أول انتهى درسنا واجب علينا حل أسئلة الدرس ويعطيكم العافية